ما حصل في السعودية يبشر أو يؤشر إلى مرحلة جديدة أعتقد الحوثيين أرادوا أن يقولوا أن الصراع في اليمن لم يعد محلياً هو الصراع أصبح دولياً يعني أريد أن نقول أن الضربات الحوثيين إلى السعودية عملت إلى تدويل المعركة في اليمن وبالتالي سيتضر العالم أن يتدخل الآن لحل أزمة اليمن وإيقاف مكينة القتل ضد الأطفال في اليمن المتواصلة منذ خمس سنوات الضربات على البترول السعودي قد يقرب الحوار بين إيران وأمريكا لأن إيران تريد أن تقول من وراء هذا الحادث أن البترول العربي ليس بمأمن وأي تهديدات أمريكية إلى إيران ستضرر أو ستدمر أو ستنشر عدم الاستقرار والعبث في المنطقة أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية تدرك الآن أنها بحاجة لحوار مع إيران وأن إيران أرادت أن تقول سواء كانت هي وراء هذا الهجوم بشكل مباشر أو غير مباشر أن أن العرب لا يمكن لهم أن يكونوا بمأمن في ظل التوتر الأمريكي الإيراني ترجمة نانسي قنع